يا اهلا وسهلا فيديو جديد من سويمتل والنهاردة هنشرح تمرين جديد هيساعدك على تحسين السباحة الحرة بشكل خاص وعلى السباحة بشكل عام تمرين النهاردة اسمه high elbow control التمرين ده عبارة عن اننا بنعوم السباحة الحرة ولكن مش بشكل كامل كاننا بنعمل catch او الحركات الرجوعية بس المرة دي مش هنكمل المرة دي هنرجع الحركة الرجوعية تاني لنقطة البداية بالعكس زي ما شايفين في الفيديو بنحرك ادينا ونرجعها تاني بنفس الطريقة اللي جبنا بيها ادينا مهم جدا نعمل شوية حاجات عشان نعمل التمرين ده بشكل صحيح ضربات الرجلين لازم تكون سريعة جدا وفعالة عشان تساعدك على اداء التمرين بشكل افضل ويكون سهل عليك انك تحرك ايدك في اي اتجاه تاني نقطة لازم وضع جسمك يكون صحيح راسك تحت المية في وضعها الصحيح ورجلك على المية فوق النقطة رقم 3 انك تعمل التمرين ببطء بطءك في التمرين هيساعدك في التفكير خلال اداء الحركات وكمان هيساعدك على اتقانها وتأديتها بشكل صحيح رابع واهم نقطة هي الاسترخاء حاول تكون مسترخي عشان تستفيد من التمرين ده وكمان تعمله بسهولة ويسر كده خلصنا الحاجات اللي لو عملناها التمرين هيؤده بشكل كويس دلوقتي نخش على الفوائد التمرين ده يفيدنا بايه اول واهم نقطة التوافق التمرين ده هيحس ان التوافق عندك بشكل كبير جدا التمرين ده فيه نسبة كبيرة من تشغيل الدماغ خلال السباح وكمان هيخليك تعمل حركات في اتجاهات اول مرة اطرافك توصل لها فالتمرين ده في البداية هيكون فيه لغبطة بس ما تخافش مدام فيه لغبطة اعرف انك تكتسب نسبة عالية من التوافق اللغبطة والتوافق هيساعدوك في 3 حاجات مهمين جدا اول نقطة انك تفهم جسمك بشكل عالي جدا تاني نقطة الكدر على تحكمك في اطرافك تالت نقطة ان التوافق هيحسن لك اداء سباحاتك الاربعة لانك هتعرف ايه اللي بيحصل لحركات اطرافك خلال من تحطت وشك في الماء النقطة التانية من فوائد التمرين ده انه هيحسن عندك الاسترخاء خلال الحركات الرجوعية الاسترخاء مهم جدا جدا في الحركات الرجوعية لانه بيعمل انبساط للعضلات عشان لما تسحب الماء بالحركات الانقباضية بيبقى عندك قوة اكبر خلينا نبسط الكلام المجعلس ده عشان تعوم بيبقى فيه جزء تحت الماء وجزء فوق الماء الجزء اللي تحت الماء بيكون فيه القوة ودي بتكون القوة الانقباضية لكن خلال ما انت بترجع ايدك تاني عشان تعمل الشدة تحت الماء دي بتسمى بالحركة الرجوعية فالانبساط بيكون فيه الحركة الرجوعية فالحركة الرجوعية لازم تتعامل بشكل هادي عشان يبقى فيه قوة وباور عشان الحركات الانقباضية تحصل بالزبط اكي انك بتشد استك الوقت اللي انت بتشد الاستك فيه دي الحركات الانقباضية ولما بتسيب الاستك دي الحركات الانبساطية اللي مش بيحصل فيها اي مجهود منك خالص آخر نقطة والمحببة لناس كتير إنه هيساعدك على السباحة لمسافة أطول بمجهود أقل التمرين ده لو تكلمنا عن فوائده مش هنخلص ولكن دي أبرز الفوائد بتاعة التمرين ده وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتطبقواه في قرب وقت ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش شير ولايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديدة ولو عندك أي سؤال أو حابب أننا نتكلم عن مهارة معينة اكتل لنا في ال-comments شكرا لكم ساو عارق